ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما يقوي تعلق قلب الله عز وجل أمرا وانتبه لهذه الأمرين فقد ألحظ إليه من الشيخ لكلامه الأمر الأول الدعاء وما نفع عبد في قلبه تعلقا بالله عز وجل في الدعاء لأنك عندما تدعو الله عز وجل لا يسمع دعائك إلا هو سبحانه ولا يعلم به إلا هو جل وعلا فحينئذ تعلم أنك إنما تلقي حاجتك به وإنما تناجيه سبحانه وخاصة عندما تكون في سجود أو تكون في ظلمة ليل وقد انقطع الرجاء من الدنيا وأهلها ولم يتصل إلا به سبحانه ولذلك ما قوى إيمان شخص شيء أعظم من الدعاء وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فهو العبادة وهو أقوى ما يقوي علاقة العبد بربه وذلك قال بملازمة الدعاء له سبحانه وتعالى في كل مطلوب من فاقة وحاجة أي حاجة تحتاجها أكثر من دعاء الله عز وجل وإن أحدهم لا يسأل الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله من الصحابة رضوان الله عليه كل أمر ينزل بك فاسأل الله عز وجل إذا نزلت بك حاجة اسألها الله عز وجل إذا تأملت أملا أو تأملت رجاء في مستقبلك فاسأل الله عز وجل إذا خفت أحدا فاسأل الله عز وجل إذا ترددت في أمر فالجأ إلى الله بالدعاء بالاستخارة ليختار لك الأصل عليك الدعاء عليك بالدعاء عمر ماذا يقول رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الاستجابة أو نحن ما قال ولكن هم الدعاء ذات الدعاء هم لا يستطيعه كل امرئ ليس كل امرئ يفتح عليه في باب الدعاء وقد نقل ابن مثلح في آداب عن بعض الصالحين أنه يقول إنه كانت تنزل بي الحاجة فأكثر من دعاء الله عز وجل فأتمنى أن لا ترتفع تلك الحاجة لما أجد في قلبي من الإقبال والتعلق بالله عز وجل فما يعطيك الله عز وجل حين الدعاء والإخلاص فيه والتضرع من السعادة والحياة الطيبة والانشراح الصدر ربما يكون أعظم من الطلب الذي سطلبه هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال والعمل بكل محبوب أي لله عز وجل وهذه الفرق بين أهل السنة العالمين بالله وبشرعه وبين من يدعي محبة الله عز وجل ممن خالف طريقتهم من أهل الجهالة إن بعض الناس يدعي أن مجرد محبته لله عز وجل كافية في نيله الدرجات العالية ومنصب الولاية والفوز بالجنة والتقدم على الآخر ليس ذلك كذلك إنما العبرة والمحك الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من عاد لي وفي الحقيقة القدسي من عاد لي وليا فقد آدنته بالحق وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبين الله عز وجل أنه ما تقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترض عليه وما زال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه المقصود أن من المعايير المهمة التي تجعل القلب متعلقا بالله عز وجل الإكثار من فعل محبوب الله عز وجل صلاة قيام علم تعلم تعليم صدقة حج قصد بيت الله عز وجل الإحسان إلى الناس بالمال وبالخلق وبالبدل كل سلام على ابن آدم صدقة وغير ذلك من الأمور الفاضلة ولا يحسنوا ويعرفوا محبوب الله عز وجل إلا من تعلم شرعه